شيخ المدحين الدكتور أحمد الكحلاوي بنرحب بحضرتك على قناة تان تي بي أهلا بي كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بألف صحة وسلام وحضرتك طيب وبخير دكتور أحمد النهاردة يوم مميز وليلة رمضانية بامتياز على مصرح البلون كلمنا عن الليل النهاردة وعرض حضرتك النهاردة اللهم صلي وسلم وبالك على حضرة سيدنا النبي إحنا كل سنة بنقدم القافلة المحمدية في وزارة الثقافة هنا بقدم عروض لحضرة مولانا سيدنا النبي في سيرة الحبيب وفي دستور حضرة النبي ونساء في حياة الرسول والشباب في عين الرسول إنما المرة دي أنا حبيت أخلي المسألة بختلفة شوي نظرا للظروف الإقتصادية اللي العالم بيمر بيها والضغوط اللي المواطن عايش فيها فقلت أنا عايز يبقى فيه ابتسامة في الأول ونعمل كده حالة زي ما حضرت سيدنا النبي قال لنا روحوا عن القلوب ساعة وساعة فهروح تعامل العرض منقسم قسبيل صهرة فيها الكوميديا وفيها مواقف اجتماعية رمضانية والقسم الثاني هو اللي فيه مديح مولانا سيدنا النبي فعش كده سمتها صهرة في حب الحبيب من خلال قناة تلفزيونية بتقدم كل حاجة وبعدين بنقدم بقى مديح حضرت مولانا سيدنا النبي مع فرقة الإنشاد الدين حضرتك يا دكتور أحمد من أهم المنشدين في العالم العربي يعني أعتقد أن أنا من وانا صغري كنا بنشوف أن المتح كان بيكون بداية من عند حضرتك كلمنا عن المتح أو الإنشاد الديني بشكل عام شايفه إزاي الفترة دي شايفه فيه منشدين وفيه مدحين ولكن في نكهة مميزة عند حضرتك اللهم صلي على حضرت مولانا سيدنا النبي شوف الإنشاد فيه كتير قوي والمنشدين كتير قوي إنما المهم الوجد الوجد المحمدي إزاي حضرتك تبقى بتمدح سيدنا النبي وإنت مستدعي قدامك شايف حضرت مولانا سيدنا النبي ومستدعيه دي بيبقى فيها صدقة وبعدين هنا ما فيهاش مين قبل مين أو بالأدمية لا زي ما قال الصالحيل ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق مين صدق مع الله وصدق مع سيدنا رسول الله ويقدر يؤدي فيه منشدين كتير بيقولوا دلوقتي من أولادنا أنا فرحان بيهم وأنا لسه كنت بتكلم دلوقتي أنا كنت رئيس لجنة تحكيم الإنشاد الديني في إبداع ودرت الشباب والرياضة طلعت أصوات اللهم صل على النبي مصر ولادة وفرق إنشاد تجنن وبعدين جيت لسه برضو خلص أسبوعين كنت رئيس لجنة تحكيم الإنشاد الديني للمحافظات هيئة قصور الثقافة برضو لأنا منشدين كويسين وأصوات وعدة عايز أقول لك مصر ولادة إنما لازم نصلت الضوء عليهم دكتور أحمد عايزين نختم دلوقتي بالأهمية الكبيرة اللي حضرتك عايز تصدرها من العرض النهاردة وممكن يعني لو حاجة كده تمدح لنا حاجة لا حتشوف إن شاء الله في العرض اللي عايز أقوله عايز أقول للناس كلها لازم لنا قدوة ولازم لنا أسوة وحضرت مولانا سيدنا النبي هو أسوتنا وقدوتنا فأنا دائما في كل العروض بصدر رسائل يعني حتى المواقف الاجتماعية الكوميدي اللي حتشوفها في الرواية في الأول أنا عامل مثلا برنامج نصيحة مع أبو سينة أبو سينة رشوان مزيعة وبيجي لها تليفونات واحدة بتقول لها جوزي بخيل وعامل وعامل فشو بتقول لها نصيحة سيدنا النبي يقول إيه وبتقول للزوج حضرة النبي وصى زي على بيته وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ففيها رسائل عامل رسالة تانية في المسلسل اللي بيقوم به رضا إدريس والممثلة نشوة إن هي بتخرج تشتري بضايع يلاقي دا كله تقول له سمعت الحاجة هتغلى نزلت أنا وجارتي وجارتي لماينة بيقول حرام عليكم مه دي الأزمة اللي انتو عملتوها وخلقته أزمة مفتعلة وانتو اللي عملتو فانت برضو من ضمن كوميديا لكن من ضمنها بتصدر رسالة انت عايز تقولها والعرض كله انت بتوصل رسائل لكن مغلفة بعناصر المتعة عناصر المسرح من إضاءة من ديكور من موسيقى من استعراضات من كل حاجة بتوصل للناس فحتلاقي الناس مقبلة غير الواعز مع احترامي أو الداعية اللي بيقف يكلمك وتحس ان الخطاب فيه ترهيب مش ترغيب دا بيفرق شوية لكن احنا هنا في القوة نعمل وعية بنوصل المعلومة بالطريقة اللي يتقبلها المشاهد بصدر راحب دكتور أحمد الكحلاوي احنا بنرحب بحضرتك وبنشكرك وبجد وانا ممتن وفخوري وموجود معاك النهاردة كنا مع الدكتور أحمد الكحلاوي ودلوقتي هنسوفها مكتطفات من العرض عرض إنشاء الديني ومهم جدا هيكون موجود في برنامج الفن في البيت على قناة تاني